دشن بنك الكويت الوطني حملته إفعل الخير في شهر الخير والتي تهدف إلى إفطار 500 صائم في شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى تقديم الإفطار للصائمين إبنى تواجدهم في باحة قصر نايف لرؤيتهم لمدفع الإفطار وذلك بالاتفاق مع محافظة العاصمة مبادرة طيبة وهي أنا حاطة بالاعتبار أشكرهم وأشكر هذه الفكرة التواصل الاجتماعي الذي أتمنى أنه يستمر بين المؤسسات الدولة وبين المؤسسات الأهلية البنك الوطني حاز على رضا وقبول وقناعة كثير من أهل الكويت حتى وصل بأن البنك الأكبر في موضوع الموجودات ويتمثل هذا لأن الثقة الموجودة عند الأهالي في هذا البنك خاصة بأن من يدير البنك كبار العقول المالية والاقتصادية يعني البنك الوطني دور فعال في رعاية الاجتماعية ودوره في العمال الخيرية وهذه المناسبة هي تكررت لعدة سنوات اللي نسميها أفعال خير بشعر الخير اللي يقوم فيها بنك الكويت الوطني في إفطار أكثر من 500 صائم في شهر رمضان المبارك بالبداية مبارك لكل مشاهدين القبس قراء ومشاهدين على الشهر الفضيل مبارك عليكم الشهر احنا أطلقنا اليوم مبادرات بنك الكويت الوطني في شهر رمضان الفضيل تتمثل في العديد من الأنشطة اللي راح نقدمها من ضمنها وأهمها هي الخيمة الرمضانية لإفطار الصائمين نقدم حوالي أكثر من 500 وجبة يومياً في مقر الخيمة المقابل سوق شرق اشتركوا في القناة